النهاردة إراحت كريم هنداو من وجهة نظرك ده قرار صحيح من الموديل الفني؟ اه صحيح صحيح مليون في المية ليه بقى؟ اه مفيش في لعبتنا برضو مفيش جون مفيش جون في مركزنا كمان مفيش جون يستحمل ثلاث ماتشاط بالتركيز ده وربعات هيقع هيقع فهو الفكرة بتاعت كريم إنه إنه هو بارح خد منه المكسيمم بتاعه نزماً زهنياً كريم يفصل شوية تفكرة راحته النهاردة شايفها يفصل شوية بالنسبة لك كمان انت عارف إن المطش المغرب معندكش مشكلة فيه موضوع بالنسبة لك إنك إنت عندك خناقة بعد كده في الدور الثاني ايوه فأنا شايف إنه هو قرار صحي جداً إنه هو يرايح كريم من الحاجات اللي انت رفدت نظر ليه دلوقتي إنه ناس كتيرة بتاعه تسأل تقولك إيه ما هو كريم إنه ماشي كويس إنت بتريحه لي ده بيحصل في مباريات عمتاً ياعني في كورتي اليد يقول لك ما هو مشي كويس هو يطلعوا بره هو بيأعادوا ليه لا إحنا برضو المركز في كورتي يلى غير كورتي القدم يعني المركز دا.. في كورتي القدم يقول لك سيب الحررص عشان ياخد حاسيات المباريات عشان ياخد حاسيات المباريات اه سيبه يكامل سيبه يكامل بس إل velocidade كورتي القدم مثلاً في المباريات نفسية ممكن نروح عليه سبع تامن كورة. سبع تامن كورة اللي تحتاج منه مجهود بدني وتحتاج منه مجهود زيني. صح. لكن حارس الهندبول ممكن بيروح عليك تلاتين كورة محتاج منك مجهود بدني ومجهود زيني. فالتلاتين كورة انت بعد التلاتين كورة بطiat شايف. الموضوع الحمل الزيني كمان بالذات. الحمل الزيني. طبعا. في اللعبة بتاعتنا موضوع صعب. بتكلم مع زميل ليابي كده زمين يعني. بقول له انا اعطاك ان اسوأ شغلانة في العالم إنك تبقى حارس مرمى كوريت يارد. انت طول الوقت مضغوط. طول الوقت بتتهم عليك الكورة. طول الوقت مفهول مركز وب... لا ما بقولك أنت 60 دقيقة. طيب مضغوط. لا مش موضوع مش المركز ذات نفسه مركز صعب جدا. يعني من أصعب مركز أصعب مركز في الملعب. يعني إنت اللعيبة لأ بتتدرب فيه احتكاك جثماني مش طبيعي. طبعا. لكن بالنسبة للمركز حارس المرمى ما يجيش واحد في المئة عشر في المئة ماكسيما من المجهود الزيني اللي بيعملها حارس المرمى.